أما اجتماع مجلس تعدين ولاية نهر النيل على أهمية إحكام التنسيق والعمل المشترك بين الولاية والشركات العاملة في التعدين في إطار جهوده المشتركة لتنظيم أسواق التعدين بنهر النيل وتوفير الخدمات الأساسية كافة وناقش الاجتماع ما تم في ملف المسؤولية المجتمعية التي تقدمها شركات التعدين العاملة في الولايات إلى جانب مناقشة ما تم في طاري صحح البيئة في قطاع التعدين والخطوات الجادة التي تقوم بها وزارة المعادن لإحلال بداء للزئبق المستخدم في استخلاص الذهب والذي سيتم إيقاف العمل به بحلول العام 2020 في ذات السياق أكد وزير المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل عثمان أحمد يعقوب أهمية تنظيم العلاقة بين الولاية والشركات العاملة لتطوير نشاط التعدين والعمل على تقليل المخاطر والأثار السالبة وكيفية المحافظة على البيئة في هذه السنة 2017 تم الترتيب والاتفاق مع كافة شركات التعدين في الولاية على تخصيص مبلغ 32 مليار هذا المبلغ يوظف بالتنسيق بين المحليات التي بها النشاط التعدين وبين الولاية الولاية النسبة التي تأخذها 30% من هذا المبلغ يوظف في إدارة تمكين المجلس الأعلى للبيئة بتمكينه من العربات تمكينه من المعامل الغياسية ثم إدارة صحة البيئة التابعة لوزاة الصحة ناهلة نرفع من قدرات الناس فيها ثم إدارة الخدمات إن كان في المياه إن كان في غيره السبعين في المئة تخصص مباشرة للمحليات في مشاريع ذات بعد اشترك